رجيم العقول رجيم العقول عقولنا هتدلنا ندقق في جسمنا ونغز جوه نفسنا نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدرة ربنا بالفكري والزكاة وتجارب العلماء بالمنهاج البناء هننمي عقلنا رجيم العقول في جوا كل واحد فينا في عقله في جانب سلبي وفي جانب إيجابي الخيال والإبداع والموهبة ازاي نقدر نواجههم في الطريق الإيجابي وازاي نقدر نتجنب الاتجاه السلبي علشان كده هيكون معنا ومعاكم النهاردة دكتور وليد أبو الفتوح استشاري المخ والأعصاب والأمراض النفسية ازاي كده دكتور؟ في البداية دكتور عايزين بس نفهم يعني ايه موهبة والله هو المصطلح بتاع موهبة ده يعني ربنا بيدي كل واحد خصائص أو قدرات معينة تمام يستخدمها في الإبداع أو الإنتاج فمعنى كلمة موهبة يعني هي القدرة على استخدام المخ في عمل شيء إبداعي أو شيء مبهر ده معنى كلمة الموهبة طيب هو دلوقتي ممكن حد يوجه الموهبة بتاعته دي في الشر؟ آه طبعا ها طبعا هوا أنت وبتشوف النصابين والمحتلين اللي بيجوا يعملوا عليك فيلم كده وبتاع وبعدين ياخد كل اللي معاك طب دي موهبة يعني ده موهوب موهوب في السرقة طيب إحنا ازاي نوجه يعني كل الشخص بيبقي في عنده نوع من الإبداع أو نوع من الإبداع قدرة أنه هو يستخدم الموهبة بتاعته. تمام. إزاي نوجهه للطريق الإيجابي ونباده عن الطريق السلبي. هو فكرة أنه نوجهه ده بيعتمد على استعداده أولاً الفكري والمستقبلات عنده في دماغه. وهي معدولة على أنهو اتجاه. تمام. يعني هي لو معدولة على ناحية اليسار. خلاص فبقا ده يسار ده ما تقدرش نعمل له حاجة. آه ممكن تتحاول معاه وكده. وممكن يعني ده رزق يعني ممكن ربنا نسر والأمور تيمشي. لكن في معظم الحالات الناس اللي هي بتنتج بقا يعني أو بتبدع في مجالها أنت بتنميها عن طريق حاجات كتير قوي. يعني مثلا دورات التدريبية. يعني أنا مثلا شفت في واحد أنهو بيحب الرسم أو مبدع في حتة الرسم. تمام. طيب ما ندخله دورات للتطوير الموضوع ده عنده. هو بيعرف يرسم قد إيه مثلا. 60-70% أعلي النسبة دي. تمام. عشان توصل 100%؟ عشان أوصل 100%. لا هو الكمال لله. آه تمام. ما حدش بيوصل 99%؟ آه لكن بتوصل آه النسبة عليها. وده بيعتمد على قدرتك أنت على تطوير المادة الخامل اللي عنده دي. وصق لها وبتديله بقى المصادر اللي يقرأ منها ويتفرج عليها. حيث أنهو يبقى الموهبة دي تقدر أنت تطلع منها منتج كويس. أوكي يعني معنى كده أن احنا نبدأ من النشأة. آه طبعا. نبدأ دايما من سن الطفولة. آه طبعا. تمام؟ آه طبعا. طيب أوكي. إزاي بقى نبدأ من سن الطفولة؟ يعني إحنا مثلا لو هنتكلم على الأطفال. من أول ما يبتدي يكون عنده نوع من الإدراك. إزاي نقدر نوجه بقى هنا في السن دا؟ تمام. هو الفكرة كلها في المعلم. هو الطفل دوت في حد بيعلمه. إذن المعلم ده لازم يكون ليه مواصفات معينة عشان يقدر يمسك دماغ الطفل ويزبطها على النحية اللي احنا عايزينها. يعني. إيه بقى صفاته بقى؟ رقم واحد. أيوة. رقم واحد. قناعتك الشخصية لو أنت من جواك مقتنع بفكرة أن فيه طفل موهوب وعندك يقين أن فيه ممكن يبقى فيه طفل موهوب وعنده حاجة مختلفة عن الآخرين ده أول دافع أو أول حافز لك هيخليك أن أنت تقدم على هذه التجربة. يبقى المعلم رقم واحد قبل ما علمه أي حاجة لازم يكون عنده يقين بأن فيه طفل موهوب وأن أنا ممكن أتطوره. طيب وإحنا نتطور ده يعني ناخد أي آلية إزاي علشان نقدر ننمي العقل المعلم. حلوة قوي. ده سؤال أنا أحييك عليه. إحنا بنعمل في الطب النفسي بنعمل دورات تدريبية للمعلمين بس مش أي معلمين. المعلمين اللي إحنا بنحس فيهم إن هم عندهم استعداد للتطوير وعندهم قناعة إن فيه حاجة اسمها طفل موهوب وهو عنده استعداد إن هو يعلمه. يعني نبعد عن الشكل التقليدي للتعليم بمعنى. صحي كده يعني بمعنى إن إحنا المعلمين اللي هم التقليديين اللي مجرد أن هو بيدخل الحصة مع الأولاد. لا يفنم. ألف بيد. لا يفنم ده ده. ومعندوش القدرة إن هو يكتشف المواهب. ده إحنا إحنا بنعمل اختبارات للمدرسين والمعلمين عشان نفلترهم ونطلع منهم النوابغ. الناس اللي تقدر تطور موهب الطفل. تمام. أه دي رقم واحد إن هو يكون عنده القناعة أو عنده اليقين ده رقم واحد إن إحنا نعمله اختبار عشان نفلترهم. النقطة التالتة الموهبة هو عنده موهبة التدريس والتوصيل ولا لا. صح. افرد أنت جيبت واحد ما عندهش موهبة. مش هيرجب وصل معلمت فيه. مش عارف يوصل المعلومة بالزبط. مش عارف. يبقى فكرة الاحتراف إن هو يكون محترف في توصيل المعلومة وإقناع الطفل اللي قدامه أو الطالب اللي قدامه. فده نقطة طبعا مهم. من ضمن الحاجات برضو ما ينفعش أجيب واحد ممكن يكون عنده يقين واقتناع بالموهبة وممكن يكون نعمله دورة تدريبية ونفلتره ويطلع يعني الاختبارات بتاعتنا كتازها كلها. بس هو مش مطلع. هو مش قارئ. وقف عند نقطة معينة ومتطورش نفسه. طب ده أنا يعني واحد أصلا مش متطور. مش متطور هيطور الأطفال. هيطور الأطفال. هو فاقد الشيء لا يعطيه. صح. بس فهي القواعد كده إن هو يكون عنده قناعة. وإن أنا أدربه وفلتره وإن أنا أمسكه يعني وأحصل عليه وإن أنا أفهم وأقدر أقيمه إن هو قارئ جيد وإن هو مطلع. وكمان ما عليش هو مطلع دي مش مطلع إن هو واحد بيعرف الثقافة وخلاص لا. مطلع في مجاله وفي المجال اللي هو المتخص فيه. برافو عليك يعني واحد محترف بالضبط وعنده إلمام بالاختبارات الخاصة بتطوير الموهوبين. يعني واحد عنده موهبة كذا إزاي أنا طوره دي قطرة المعلم إحنا بقى بنختبر المعلمين اللي هما بيشتغلوا على الحاجات دي. لو المعلم أنا أنا حطيته تحت الاختبار وعده ولقيته قارئ جيد ولقيته إن هو مطلع وعرف الإختبارات بتاعت الموهوبين وكيفية تطويرها لا ده طبعا ده حتة ألماظة. لازم تحافظ عليها طبعا 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 برضو يعني ممكن تعتبر من المواهب إن المعلم نفسه يبقى موهوب في فكرة إنه يقدر يستفز اللي قدامه مش يستفزه يعني ينرفزه يخرج اللي جواه برافو عليك أحييك إن هو يقدر يعني يمسك دماغه كده بملقاط بقى يطلع اللي جواه برافو عليك خلي بالك على فكرة فكرة الملقاط دي مش حاجة سهلة. دي عايزة حد يعني يلعيب موهوب عشان يعرف ينطقي يعني. هقول لي حريك حاجة كمان أهو. اوكي لا اوكي كمل كمل. هقول لي حريك حاجة كمان. افرد أنت جبت المعلم ولقيت عنده قناعة بأنه هو إن في طفل ما هو ممكن يطوره. ولقيت عنده الاحتراف. ولقيت عنده إن هو قرق جيد. ولقيت عنده إن هو عارف الاختبارات. ولقيت عنده إن هو بيقدر يستفزه ويطلع منه معلومات. بس ما عندهش القدرة على متابعة الطفل ده. الطفل ده بيتطور ولا لا. أنا ممكن يكون بعلمه خلاص. الطموح. بس ما فيش متابعة. فيش طموح. اه اه ما عندهش حتة الطموح النوات. يتابع طبع. يشوف نتيجة أعماله إيه. أيوان برافو عليك. بص خلي بالك. نتيجة العمل إحنا عندنا في الطب النفسي كده يقولك إيه. إنت بتشتغل مثلا. سي. 12 ساعة في اليوم. تمام. في الآخر بتطلع منتج. بالضبط. أول ما بتشوف المنتج ده بتنسى تعبل 12 ساعة. تمام. إذا النتيجة محفزة جامد أو إنك تشتغل تاني يوم أكتر. تمام. وتاني يوم أكتر. وتطلع منتجات أكتر. إذا المعلم اللي ما عندهش فكرة المتابعة وإن هو يشوف الطفل اللي بيتدربه ده. وصل لحد إيه برضو يبقى عنده قصور. طيب. في تجارب معينة حضرتك عملتها مثلا. أو بروتوكول معينة حركة عملتها في مدرسة مثلا. أو حاجة. كتير. يعني مثلا. نتائج كانت إيه. هقولك. من ضمن الحاجات اللي بيتميز المعلم اللي هو يعني يقدر يطور دماغ طفل ويطلعه موهوب. إنه هو يكون غير المتابعة للأتراك في الآخر إنه هو يقدر يوصل إحساس. النتيجة للطفل. قصة الطفل برضو مهما كان عقله صغير. فهو بيبقى محتاج يوصل له. يوصل له ده إزاي إنه هو بيعمل حفلة مثلا كبيرة. وفيها تكريم وجواز وكده. ودي من الحاجات اللي أنا أحرك بسألتين عليها دلوقتي. إحنا كنا في مرة من المرات كنا شغالين يعني من ضمن أسليب تطوير المدرسين. كان كل واحد بيجي عملنا حفلة كبيرة قوي في قاعة كبيرة كده في حتة ما يعني. وكل واحد جيه وقعد يعرض البرنامج بتاعه اللي هو اتبعه مع الأطفال. وإزاي كان مستوى زكاء الأطفال أول ما ممسكهم وإزاي تطور. فكرة بقى إنه هو المؤشر بقى. شوف بقى المعلم بيتابع إزاي تطور نحن إن إحنا نعمل إيه نكافئ. طيب هو أنا هرجع لنقطة تانية نقطة الطفل. تمام. لما نلاقي مثلا طفل بيتكلم لوحده أو إنه هو بيشاور مثلا لحاجة في خياله. ده بيبقى طفل مريض ولا ده بالنسبة لأطفال بتبقى حاجة عادية. يعني نخاف على الطفل في الفترة دي ولا نعمل إيه. هو الطفل بيتكلم عن حاجة في خياله. تقصد يعني هو بيعبر عن حاجة بشكل مش مظبوط. ولا هو حاس بحاجة فبدأ يقولها. يعني أنهي فيهم. هو ممكن يبقى مثلا حاجة حاسسها وعايز يتكلم فيها مع حد. فما بيلاقيش حد يتكلم معه فبيتكلم مع نفسه. آه آه ده بيحصل كتير قوي. الطفل بيكلم نفسه. بس هو فيه ظاهرتين في الأطفال ما نخافش منهم طالما ما بيتكرروش كتير. أول ظاهرة أن الطفل يسرح. تمام. أمهات كتير قوي تجيني في العادة وتقولها دكتور الولد بيسرح كتير. تمام. فبنسأل على المدة. تقولك بقى له أسبوع. في حاجة ما بقى له أسبوع. أسبوع ده عادي يعني. يعني حاجة عابرة يعني. لكن بقى له سنة سنتين. ده كده ظاهرة. لا. ده كده نبتدي نخاف. أي تمام. ده كده يبقى الموضوع فيه عنده حاجة فعلا نفسية. لازم تتعلم. يبقى حاجة نفسية أو تأخر في وظائف المخ. تمام. تمام. فدي حاجة من الحاجات اللي هي ألارميج بالنسبة لي. إن هو بيسرح أو إن هو بيكلم نفسه. أعزائي مشاهدين سؤال الحلقة النهاردة. هل الخيال بيرجع للثقافة؟ هل الخيال بيرجع للثقافة؟ منتظرين مشاركتكم على الأرقام التليفون اللي هتظهر بعد دقائق. ونرجع تاني مع دكتور وليد والأطفال. الأطفال دول هم أهم حاجة في حياتنا. تمام. ليه؟ إحنا بنكبر. ولما بنكبر مين العكاس بتاعنا؟ الأطفال. بس خلاص. فإحنا لو ما بنناس صح العكاس هي بضعيف. مش هتقدر تعتمد عليه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ربنا بيقول في الكرآن. المال والبنون. زينة الحيات. بس خلاص. مفيش أحلى من كلمة زينة. الزينة دي حاجة جميلة قوي. فشوف كلام ربنا جميل إزاي. فالأطفال دول فعلا حاجة يعني فعلا يعني لازم نخلي بنا مينها. طبعا ده شيء مهم يعني. طيب هو سؤال كده يعني في رجالين. طبعا. أنواع المواهب اللي عند الأطفال بتبقى شكلها إيه؟ طيب بص هو سؤالك حمو. أول حاجة قبل ما نقول بس أنواع المواهب لازم يكون في حد بيعرف يفلتر. عشان كده زي ما بقول حركة الموضوع الطب النفسي ده مهم قوي في الحتة دي. إن هو يعرف يفلتر إيه المواهب. إحنا من خلال شغلنا يعني لقينا إن الزكاء أو المواهب أنواع. في منها الزكاء العام أو المواهبة العامة. المواهبة العامة ديت يعني إيه؟ واحد تحس إن هو بيفهم في كل حاجة. تكلمه في أي مجال بيفهم مش بيقلف. أسلوه في ناس كده إيه؟ تكلمه في أي حاجة؟ يفتي. يجاوب. يفتي. تكلمه في أي حاجة؟ يجاوب. مفيش كلمة معرفش. لا معرفش دي مش موجودة في القموت. مش موجودة في القموت. فواحد تحس إن هو عن ذقاء. مين أشهر شخصية في التاريخ كان عنده الحنكة والذكاء ده؟ سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ده الإمام علي كان يعني دماغ رهيبة. تكلمه في أي حاجة في الدنيا يجاوبك عليها. كلام صح. فده أول نوع من أنوع الموهبة اللي هو الذكاء العام. في حاجة بقى الموهبة أو الموهبة المحدودة. يعني محدودة يعني محددة في اتجاه معين. في شيء معين. ده موهبتم بنقول عليها موهب متخصصة في شيء. محددة أو متخصصة في شيء. يعني زي بقى العلماء بقى. بزبط. وزي الفيزية في الرياضة. بزبط. هو مجاله تفكيره أو موهبته في الجزئية دي. في حركة مين بقى أشهر واحد في الرياضيات. شوف عشان تعرف الرياضيات دي من زمان قوي. والعرب يعني متميزين فيها قوي. أشهر واحد كان موجود أيام الرسول. وكان متخصص قوي مفاهم قوي في موضوع الرياضيات. سيدنا معازي بن جبل. معازي بن جبل. الرجل ده كان علامة في الرياضيات. تمام. فهما العرب هو أصل الفكرة وأصل النبوغ يعني. تمام. فده نوع تاني من أنواع المواهب اللي هي الموهبة المحددة. فيه موهبة التفكير المبدع. تفكير المبدع يعني واحد. كرياتيف. كرياتيف. يقدر يخلق شيء. مش يخلق. يصنع شيء. يصنع فكرة. يصنع فكرة. أشهر حاجة في التاريخ كان سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ده عمل حاجة ما كانش تخطر على بال حد. معنا اتصال تليفوني. ألو. أستاذة مونة. أيها. السلام عليكم. أيها عليكم السلام. متفضل أي فاند. لو سمعتك كنت عادي أسأل الدكتور. إمتى أبدأ أتابع ابني وأعرف أنه عنده موهبة في حاجة معينة. تمام. كيف. في أي سن يعني. في أي سن. حاضري فاند. حاضر. شكرا. في أي سن يبتسأل في أي سن. الموضوع مش مرتبط بسن. أفرد أنا مثلا ابني عنده ثلاث سنين. ولاقيته بيشوف الكورة بيجنن. وياخد الكورة ويفضل يعمل حركات بالكورة ومهارات وكده. خلاص باين جدا. تمام. ممكن تظهر بعد على سن خمس سنين. فالموضوع ملوش سن معين. المهم أن أنت يبقى عندك القدرة أنك تلاحظي الموهبة عند الولد. تمام. ممكن لما يدخل للمدرسة يتعلم حاجة يحبها تبقى موهبة عنده. تمام. الموضوع مش مرتبط بسن. الموضوع مرتبط بقدرتك أنت أصل أنت في المرحلة دي. أنت المعلم. أنت لعدك الخضرة على الرؤية والملاحظة وكده. فهي تقدر تشوفه في أي سن؟ ملوش سن معين. تمام. بالضبط. دكتور أليد. نحن كنا نتكلم عن أنواع المواهب. أستاذ نحرك بس عشان وقت الحلقة خلص. أنا متشكرك جدا على المقابلة الحلوة قوي دي. ومعلومات القيامة اللي احنا أخذناها من حلقة النهارة. أعزائي مشاهدين حلقة جميلة من رجيم العقول. وإلى اللقاء في حلقات أخرى. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر